أنا اسمي بحسيمة سمير جبري أصلاً من دمشق أصلاً دمشقية عائلة والدي الله يرحمه دمشقية بس والدتي من صوفي مدينة العذقية فخلقت وتربيت بمدينة العذقية واشتغلت فيها كنت نتيجة تربيت والدتي الله يخلي ليها قاري أنا هنا جداً فالقراءة وكان ممنوعة علي أني أقرأ شغلات سطحية أو تافيها فكنت من صف العاشر بقراءة المنفس وتاريخ سوريا وما إلى ذلك وصلت لقناعة حقيقية إنه كل الحروب في العالم أصلة اقتصادي كل المصالحات في العالم أصلة اقتصادي دوري على دوافع الدول دوري على دوافع أي حدا عم يسفق دم أو حتى عم يلعب بالسياسة ويغير مفاصل فهو الموضوع أصله اقتصادي فخلصت حقوق بعدين عملت ديبلوما بال public relations لندن school of public relations وعملت عدة دورات إلى علاقة بالاقتصاد لحتى وصلت لمرحلة أني عملت ماجستير بإدارة الأعمال بعد شركة الدراسات بال2008 تقريباً صرت مدير شؤون قانونية مدير شؤون أول شي مالية بعدين قانونية بالبنك المركزي فرع اللاذقية وسافرت على الهند درست بانكينج وهيك شي ورجعت كمان عملت عدة دورات اقتصادية منها دورات إلى علاقة بغسيل أموال ومكافحة الإرهاب وبعدين عملت منهاج للي مانوا المتخصصين حابين يدخلوا على البزنس عملت منهاج وصرت درسوا لهيك صرت كتير عندي فكرة حقيقية عن عمليات غسيل الأموال واللي كان يصير بسوريا البنك المركزي الجرائم الاقتصادية اللي صارت فيه مش على مستوى بس الاقتصاد هو على مستوى العلم وهيدا الشيء أسوأ بكتير نحن شو اللي صار عنا شو المحرك الأساسي للاقتصاد بالنسبة للبنوك المحرك الاقتصادي هو أسعار الفائدة يعني انت كدولة بتلعب بأسعار الفائدة حتى تحفز شراء الأصول الثابتة وما إلى ذلك البنك المركزي شو عمل أول جريمة عمل حافظ الأسد بشأن البنك المركزي صار سعر الفائدة سياسي قرار سياسي فأدى هيدا الشيء لشغلتين أساسيات أولا ما عاد البنك المركزي نتيجة الدراسات الاقتصادية هو اللي بيتحكم بحركة السوق أو حركة الاقتصاد صار الموضوع السياسي قرارات غير شفافة بتطلع بتكون نفزه المشكلة بالنسبة للبنك المركزي والبنوك الأخرى بقى الخاصة اللي مفتحين أنت مدام ما نك مطالبة تدرسي وتطلعي كرياتيفي فأنتي عم يجيكي للتعليمات فأنتي خلص عم تشتغلي شيء تيبيكل تكراري يعني أنت لو كنتي مديرة خزينة ولا كنتي أكاونتنت ولا كنتي عدادة للمصاري ما نمطلوب منك كفاءة أكثر من كفاءة التكرار وقت اللي إيجاب الشعر وفتح موضوع البنوك الخاصة وا 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 إلى آخره إسه صارت الأمور مدمرة أكتر لأنه البنوك العامة ما فيها غير ثقافة التكرار البنوك الخاصة صحيح تحدد سعر الفائدة حتى بالبنوك الخاصة بقرار سياسي أنه يجب أن لا يصعد ولا ينزل سعر الفائدة بأي بنك خاص عن سعر المركزي أكتر من واحد ونص بالمية فاللي صار بالتالي أنه المصارف الخاصة اتجهت مش اتجهت لتحرك السوق ما اتجهت مثل مثلا بنجلاديش والهند وكتير دول نمع اقتصادة نتيجة سياسة إقراض استثماري يعني أنا بقرضك لتستثمري لتخلقي فرص عمل تمام؟ اتكبري ثروتك المشكلة بسياسة البنك المركزي السوري اللي كتير طغت على البنوك الخاصة البنوك الخاصة صارت بس للرفاهية لللاكشوري تبع الناس لتحسسهم برفاهية غير حقيقية يعني فقاعاتها تجهد كل المصارف الخاصة في سوريا للإقراض الاستهلاكي يعني أنا بأعطيكي قرضكة موظفة لتشتري سيارة سيارة كل يوم عمره كل يوم كمدخر عم يقل انتي عم تصر في فوق قرضك ما عم تستثمري وعم تخلقي فرص عمل بالالفين وستة لما رجعوا الضباط السوريين من لبنان كان معهم ثروات كتير كبيرة مسروقة عرفوا انه رح يصير فيه قانون مكافحة غسيل أموال راحوا اشتروا بكل أموالهم أصول ثابتة يعني الأرض بيكون حقه خمسة مليون بيدفعوا حقه عشرة مليون اغتفعت الأسعار اغتفاعات وهمية يعني صار في عندي الأرض حق عشرين ثلاثين مليون ما بتدخلها بالشهر خمسة آلاف ليرة سوري بس أنا حتى عم أقدم ضرائب للمالية لأني عم بغسل أموالي إسا عم أقدم ضرائب للمالية إنه أنا عم بستثمرها بشكل ممتاز وعم أطلع لي خمسين ألف ليرة بالشهر الفقاعات اللي صارت يعني كم غسيل الأموال اللي صار بسوريا بالفترة الأخيرة خيالي إضافة لأنه فيه اقتصادات فعلا صعدت يعني مثل مثلا الخليوي الوكالات لمعلوماتك أنا بعرف ناس بشكل شخصي الأسماء فيني أذكر لك ياهن الوكالات انعطت لأصحاب النفوذ حتى يغيروا نشاطهم من مهرب لصاحب وكالة فحتى الغسيل الاجتماعي كان كتير واضح إيه كتروا السيارات بس يا ترى هدول الناس اللي عم يتواجهنوا بالسيارات شو مستقبل اقتصادهم شو مستقبل فرص العمل ايه عندك سيرياتا لو امتين عم تشغل خمسة بالمئة من من مواطنين السوريين بس المصاري الحقيقية اللي عم تدخل لوين عم تروح عم تروح على بنوك سويسرا اللي عند الشباب الطيبل عند اتنين منتقايين بسوريا اتنين رامي مخلوف وشاركوه اللي هو بشار بالأصل يعني فالقصة انه اوكي صار فيه المصاري اللي كانت مخباية بلشت تظهر بشكل آخر انه نحن اهل ثروات لانه افتحنا هالمحل معلش يعني محلات اسعارها خيالية ومعن ما يدخلها زبون مرة بالشهر وعم تدفع ضرايب للمالية بشكل ممتاز يعني عندي بغسيل الاموال اذا رح يكون اوضح من هك الموضوع بده بس رؤية يعني بده رؤية العين لانه فيه امور احيانا بدي اقلك اوكي انا بالبنك المركزي عم تجيني وثائق عم تجيني قصص تانيا يعني اي حدا يفهم بالاقتصاد رح يقلك ببساطة شديدة انه يا اخي البنوك السورية تدعي انها رابحة لانها تعطي رواتب تعطي اقل نسبة رواتب في العالم وتجبرك بعقود اذعان على اعلى نسبة فائدة ممكنة يعني فوائدنا كانت خيالية بالبنوك ففي ربح بس بالنهاية هيدا الربح هو عم يمتص القدرة الشرائية لدى الناس واضافة لقصة انه الناس اللي عم تصفى عنده هيدا الثروات عم تغسل هيدا الثروات ببريستيج اجتماعي نهائيا غير منتج لتكاليفه الحقيقية ترجمة نانسي قنقر